معلوم أن الغنيمة والفي هو مال من الله به على المسلمين أما الغنيمة ففي قول الله تبارك وتعالى وَاعَلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِّلْرَسُولَ لِذِي الْقُرْبَى وَلِيْتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وأما الفي ما أفى الله على رسوله من أهل القرى فَلِلَّهِ وَلِّلْرَسُولَ لِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ فهنا في وغنيمة الله جل وعلا جعل لذوي القربة نصيبا من هذه الغنيمة ونصيبا من هذا الفي وذهب جماهر أهل العلم أن المقصود بذي القربة قرب النبي صلى الله عليه وسلم